اكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الاعلى للصحة حرص مملكة البحرين المستمر على تقديم افضل الخدمات الصحية وتحقيق التقطية الصحية الشاملة يتي ذلك في اطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما يصب في تطوير منظومة الخدمات الصحية وتلبية جميع الاحتياجات الصحية للأهالي في مختلف محافظات مملكة البحرين وفي هذا الاطار قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الاعلى للصحة بزيارة ميدانية تفقدية الى مركز بنك البحرين والكويت في منطقة الحد بمحافظة المحرق واطلع معاليه على مختلف اقسامه مشيدا بالمستوى المتميز الذي يشهده المركز وما يشتمل عليه من امكانيات وتجهيزات متقدمة وقد استعرض معاليه مستجدات العمل في مشروع التسير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الاولية معربا عن تقديره لما ابداه الجميع من حرص على تعريف اهالي المحافظة ببرنامج اختر طبيبك الذي يندرج ضمن هذا المشروع وبما ينعكس على تحقيق اهدافه الايجابية يشهد القطاع الصحي مبادرات تطوير شاملة لتحقيق استدامة خدمات القطاع الصحي وتعزيز كفاءته وتحقيق التغطية الصحية الشاملة حيث يأتي مشروع التسير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الاولية ليكفل حرية الاختيار والاستدامة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن من خلال تضمونه لعدة برامج تهدف الى تحسين جودة الاداء في مراكز الرعاية الصحية الاولية الله جزء من النظام كله اللي دخلنا فيه مسألة تطوير الخدمات الطبية كلها من اهم من العوامد فيه مسألة تختار طبيبك لان احنا نعتمد او نعتقد ان الطبيب اللي هو يعني كل مريض يسجل عن طبيب مخصص من باليوم ارو حق فنان باشور حق فنان باشور فنان اليان الطبيب اللي مسجل عندي معنات عارفني وعارف عائلتي عارف شنو مشاكلنا الصحية عارف شنو مستوانا من ناحية العلمية من ناحية المعيشية فيعني من بس عارف مسألة المرض عارف حتى داخلية الاسرة شنو تمشي فلما يكون فيه يعني تحت نظر طبيب واحد باستمرار يكون العملية المعالجة مستمرة يعني متكيفة حسب وضع المريض توفير مسارات علاجية لتطوير جودة الخدمات والتنسيق والتواصل بين مقدمي الخدمات وتحسين الرقابة واتخاذ القرار والاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية كانت من أبرز أهداف هذا المشروع الذي سيطور من مستويات المراكز الصحية وإمكانياتها وتجهيزاتها لتحاكي الخطة الاستراتيجية الوطنية حيث أكد سعادة الدكتور عبدالوهاب محمد رئيس مجلس أمناء الرعاية الصحية الأولية أن هذا المشروع يأتي بهدف تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية ومنح المواطنة حرية الاختيار وتوفير مسارات علاجية مختلفة تضمن برنامج اختر طبيبك غير عن متابعة المرضى الحثيثة التي تكون من فريق العمل المسؤول عنه أن هناك يكون هناك خدمات تم إدماجها في برنامج اختر طبيبك هي متابعة المرضى هاتفيا بلاقهم عن نتائجهم بلاقهم عن المواعيد القادمة لهم لعمل التحاليل الدورية الوقائية مواعيد استلام انتهاء الوصفات الطبية والاستلام الأدوي وإذا كان فيه أي تغيير بيكون هناك اتصال قوي ومباشر مع فريق العمل المسؤول عن هذا الفرق مشروع التسيير الذتي يتضمن عدة برامج تعزز الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية المقدمة في الرعاية الصحية الأولية من خلال نهج الاستمرارية وتعزيز التنافسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة برنامج اختر طبيبك من البرامج المميزة المهمة التي تحظى بدعم مباشر من قبل المجلس الأعلى للصحة بهدف تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية الأولية في مملكة البحرين ليحصل جميع أفراد الأسرة على خدمات صحية مميزة شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين